ترجمة نانسي قنقر 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 أنه جانب الطفولي مثل ما أنت حكيت بس فيه وعي فيه عنم فيه ثقافة فيه كبر عائل أه ما عرف كيف فيني أشلح حكتر من هيك يعني حتى مو مايد مهم عندي بس جوابك حلو أنه يمكن أن تبينين الجانب الطفولي اللي سارة على الكاميرا صح وأكيد غيث يشوف الجانب الثاني جوانب الإنسانك بشكل عام 360 درجة بس اللي حيني مكتبت معروفة آه سارة مرت مرت غيث غيث صحيح سارة قبل غيث منه؟ لو يوم غيث ما كان موجود سارة قبل غيث بنت بتحب تغامر كثير تحب تكتشف كثير أشياء تحب تتعلم كثير مواضيع غريبة وعجيبة يعني مو أي إنسان بيقعد بسن بدور عليها متعلق بأبعيلته كثير بأخواته برفقاته اكتشفت أني بيتوتية كل ما فكر بحالي قبل تبحب قعدة البيت أوعد مع أهليك ورفقاتي موجودين وفي بكير وفي بكير نعم وفي بكير ونام بكير احتم بصحتي قلت ذا جام نعم بس في جانب من سارة القديمة مبين حاليا حاليا ما فيني أستغني عنه يعني في صوت ثاني هلأ هلأ أوكي أنت شو رأيك؟ تحس البنت اللي تعرفت عليها نفس البنت اللي جدامك اليوم؟ كمان أحسن يعني أنه أنا طبعا أول ما أخدت سارة أول ما تقدمت الله كنت يعني كل شيء يتمنى كان موجود بها البنت فمشان هيك أنا كان يعني أول ما شفتها حتى هي بتعرف أنه بعد انقطاع طويل بعد مرجعنا نحكي كان موضوع أنه خلص بدي هذه البنت خلص ما بدي أفكر بشي تاني بس بدي إياها فهي مثلها واكتشفت فيها بعد الزواج كمان أشياء لسه أحلى كيف تهتم شو تحب تعمل كيف دائما متحملتني وقت المشاكل مع أنه ما في مشاكل هذا هايب نوصل لبعدين النوطة هناك سؤال عن مشاكل بس أحسن من ما كنت بتمنعك معا رومانسي طلع الكبتن أم بكتسف معاك أم بكتسف معاك أم بكتسف معاك أم بكتسف معاك لا كل شيء عم بعمله أنا ما بداية سوشال ميديا عبارة يعني مش أنه أنا غير فكرة أنه عم بصنا محتوى أنا عم بديتها بأنه عم ورجي أنا بأسلوب حياتي وكيف بتصرف مع العالم وين بروح وين بيجي كيف حياتي معرفاتي فلما تزوجت مثل ما بتعرفي فكل شيء عم بصير وأعتقد أنت بتعرفي سواء سوشال ميديا وغير سوشال ميديا أنا لأن حاب أعمل هذا الشيء صح ما كان في شيء لأن سوشال ميديا يجب أن أعمل لك لأن سوشال ميديا يجب أن تصفرها لأن سوشال ميديا يجب أن تصفرها نعم لا أعلم هذا أنا لا أعرف فأنا سؤالي صدق يعني هل مرات أنت تنسون تفكرون يعني أنا أعطيك مثال وصدق ما بانتقد بس سؤال للفهم شاهدت فيديو أظن أنت حصل جائزة؟ أظن وهي ركضت لك وأنت تصوير في إيدك فأنا أقول هيا روحها موهبة هيا تصور تعابيرها وهي عفوية جدا ياسا أظن يقول لك ممروك ويصوره وجي أنا أشتغل في هذا الشيء فأقول الناس اللي مش في المجال ما بيفكرون هو ياسي حرك إيدك كيف بس أنت تحرك إيدك تعابيرها تعابيري تعابيرها أقول هذا الشيء فأنا سأقول هل هو صدق منغمس في اللحظة ولا حتى ما متعود يصور حتى ما يسي فكري مين يسار ما عرف أنا أسألك جاوبة أنا؟ لأنه أنا اللي عم عيش هذا الشيء الجديد معه طبعا أنا لسه ما وصلت للمرحلة اللي هو فيها بس هو أدران يعيش اللحظة وحتى ما بعد التصوير بيعيش أكتر بس أهلي دائما بيقولوا أنه ديروا بالكم بس غيس يجي لأنه دائما حامل كبيرة بإيده هو الشخص عن جد بيحب مو قصة سوشال ميديا غير بعيدا عن سوشال ميديا هو عن جد بيحب هاي اللقطات تكون للذكرة حتى الفيديوهات اللي بيعملها على اليوتيوب دائما بيسمع كلمة أنه بعد كم سنة مع أولادنا رح نتفرج عليها يعني هي مو بس شغل أو مثلا هو عم بيصور لا هاي كلها كمان لذكريات نحنا منشوفها يعني نحنا هلأ صرنا بزمان ذكرياتنا كلها صارت صور أو فيديوهات فهو هاي اللحظات ما في أحلى مننا أنه بعد عشر سنين مثلا نشوف لقطة أنا راكتل عنده عملفه بعد ما كسب الجائزة انه كتير حلوة فإنه كان جيدا بأنه كانت على الكاميرا حتى تن عم بيصور كاميرا حالا ما بكل شي تشوفون ما بكل شي تشوفون أنا فيه أشياء مثلا الكاميرا المحملة تقيلة تمام فأنا متعوذ عليها أحملها حتى في ايد وحدة حتى بسوي زوم في ايد وحدة يعني بس هيك صبيعي أدما أنا متعوذ على الموضوع أنا شو الفكرة أنه دائما حتى بسمعها من كتير ناس والحمد الله أنه دائما بيقولوا لي أنه المحتوى اللي بتصوره عفوي فمشان هيك أنا دائما لما يكون فيه لقطات عفوية بحب تكون في لحظتها مش أنه خلص طف الكاميرا أوكي خلص بعدين أرجع عيد الله خلص أنا عم بعطيه اهتمام من نفس الوقت يعني عم نعيش الفرحة بس من نفس الوقت بدي أخذ هاي اللحظة مشان بعرف بعدين نفس هلأ فيديوهاتي اللي من ثلاثة سنين وأربعة سنين لما فوت أحضرهم بقول يا الله هذا الموقف كيف كان يا الله هاي كان طبيعية كل شي كان حلو والله بنقعد أنا وصحابي نفسهم ندمع على الفيديوهات اللي نصورها كيف كانت كيف كانت حياتنا واللحظات اللي عشناها وكل شي صار وكورونا وقت الحجر وكثير أشياء فأنه بحب أخذ اللحظات العفوية بحب خليها ذكرى دائما ما يستوي لكم أتيكم مرحلة تقول شوفي أنا شفت هالترند ان ريال يأكل زوجتكيك بطريقة غريبة هل تفكرون شي فيه كونسيبت لازم نسوون عشان هدول فيه أشياء ترند أوات منحب نمش على الترند يعني مثلا فيه أشياء حلوة مثلا نسوها ترند مثل مثل وقت الزواج سوينا فيديو بسيطة هو ترنزيشن بين قبل و بعد هذا الفيديو الخطبة سوينا ترنزيشن بس قبل و بعد هدول الأشياء نحب كمان أنه للذكرى نحطهم في السوشيال ميديا يعني بآخر الموضوع أنه أنا كمان صانع محتوى فلازم أسوي شي كمان ترند هذا هو عملنا حتى هو عمله لكني أفهم ما أصدقك بالسؤال لنقول أن واحد وما عمرته وعمل شيئا جميل لنقول أن هنا كانت معهم عفوة لكن بعدين صارت ترند لا لا نفعل ذلك إذا عملنا هذا ستكون مع ترنزيشن وما حتكون حيث ما حتكون إنه هاي مشاعر حقيقي بس نحنا نفعلها لترند لا لا أعتقد أن نحنا نوصل لها المرحلة والسؤال الأساسي كان على فكرة أن هل أنت اليس تسويه حق سارة؟ بس أنت جاوبت عشان السوشيال ميديا بس لو كانت السوشيال ميديا كانت شيء مش موجود هل نحن بتسويل هالشيء أو أنت قلت هي هلأ اللي أحكي لك موقف بصير أول أول ما تسويشنا بعد ما تسويشنا صارت سارة مثلا تطلع أنه اللابسة أنه أنا صار يطلح لي صيد أنه أنا بخيل لأن أنا لأن ترى سارة تلبس فلسطين رفقاتها مع أنه ليس فلسطين رفقاتها يعني هي عندها نفس الفلسطان لكن لا توجد شيء حتى لو فلسط فلسطان فالناس لا تعرفوا ما هي المخفية لأنهم لا يعرفوا ما أعطيها لسارة ما أعطيها لسارة ما أعطيها لسارة أنا بخيل فأنا يعني هناك أشياء كثير ما أعطيها السوشالي سواء ما أعطيها مني ما أعطي الناس كلهم مستحيل السؤال الثاني حسنا حسنا أستغل حسنا حسنا ما هو هل نحن تسرعنا بزواجنا؟ لا لا وبدون تفكير لا ماشاء الله رديتي بصر عليها حسنا أول شيء أنا كثير بنتبت أمن بالنصيب وأنه رب العالمين كاتب لنا نتزوج نتعرف على بعض بعيد الشر سمح الله لو صار شيء سأقول رب العالمين كاتب هذا الشيء لكن أنا أنت لم تخرج من رأسي أبدا وأعرف في وقت أنا أحس أو يجيني شعور أنه أنت هو الشخص أعرف أنه مشاعري مغلط لا حسنا صح و لا 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 تسلعنا كم كنت تعرفون بعض قبل أن اتزوجته؟ تعرفنا على بعض 2019 واتزوجته؟ 2023 أخذت راحتكم يعني في سنة ونصف ما حكينا مع بعض أبدا فيها حسنا ما تزعلين يعني؟ لا ما كان في زعل لكن كل واحد رحضي ضلط مني حانو تباني يا ذا سلا سلا زيادة ما غلط لو أقدر أسأل كنت كنت بني آذم مش بوعي ضايع وبنفس الوقت ما كنت مدي أديها فلما كنت يعني خلاص متأكد ما بدي ما بدي أنه أدخل في علاقة أنه كون عم بتسلع أو 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 فلما صرت حاس حالي أنه أنا جاهز وقت رجعت لها ولذلك ويقعنا ومن أول تخرج أو تلعتي وثلاتا وتلعرك من أول تلعني فقل معا متف من تلعتين ثلاتا وحكى لي فأنا لي حكى لي они تزوجك؟ أيا أنا بدي أطلب إيدك فإن أدخل مني وأنا أحب الشب الشجاع يعني هذا السابق يقول أهلي فإنه كثير مهمين عندي أنه هو يأخذنا الباب وأهلي يأخذوا الريضا فها نفت أنا أصدق جدا. أنا عدت كثيرا خطابين من قبل أقول. بحال أنني أصدق. لكن عندما آخر. أنا لا أعرف لماذا أخبرت نعم. أقول لي.. أماني من الحين أنت تعرفين. إيه. إذا لم تكن تعرفين أنني كنت أتعلم. حسنا. لقد أصدق من 2013. أنا كنت أصدق من 12 سن. حسنا. لدينا صور أياه من 2014 أو 2015. 2015. كنت تصور يا أخي أنا لم أكن أعرف أنها ستكون مرتي في يوم من الأيام نعم، فكتورة عن جد من 2015 معه فكنا كل مرة نتلاقها، نتصور وين في تبيت؟ نعم تجي تتصور معك، تتصور معي وتروح أنا أنسى الموضوع بعد سنتين تجي تتصور وتروح ما تسوين لديم هالا اللي سأل أصور ديان؟ لا 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 هالا عندي هالا تشات الكل بي سألي رفس السؤال ما عندي، بحياتي مباعدت له ميسج أو شيء لكن شخص مشهور بحب محتوى كل ما يشوفه تصور معه إذا كان هناك الكثير من مشهورين، لماذا كنت معجبة فيه؟ محتوى حينما لا أعرف أنه سألة قوية سبحان الله، رب العالمين دان يحبه يمكن، لكن سأقول من 2013 على ذلك الذوق لأن ذوقنا يتغير صح ما شاء الله، أنت ذوقت، لا تغير الكثير من المحتوى أعتقد أنك كبرت مع محتوى أنا أعرفه من أوقات فاين لا، كبرت معه، كبرت معه وهذا المحتوى كثير من المحتوى جميل، 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 جميل فهو يجب أن يجعلني هل البنت التي كانت سارا التي كانت تشوفها على شاشة ورسمت شخصية معينة لأننا نرسم شخصيات التي لا نرى هل الرسمة مثل الشخصة التي تعرفت عليه؟ لا، لا تغير الكثير من المحتوى الآن بأنه، أنه صحيحة وقعمة نفسها بس أكيد، الآن لا أعرف شخصيته وراء الكاميرا، يعني هو جدي أكثر كثير حنون كثير كريم مستمع يعني فيه اشياء مستحيل تعرفها من من تليفون مستحيل بس انا ممتش قصدي خلي نقول انا بس اعرف غيث من التليفون اوكي ففي التليفون يبين دم خفيف يضحك ينبس مثلا حلو كذا اوكي فانا شو سوي كانسان امل الفراغات اللي فاضية نحن نسوي فمثلا ترى واحد نجم مشهور ومغرم انتي في شكله تقولين اكيد فيه حكمة واكيد عمير واكيد محب وايد زين لزوجته وكيد ابو زين معانك ما تعرفين ولا مرة شفتي مع اولاده ولا مرة شفتي كزوج ولا مرة جربتي علاقة معاه بس نحن نبدأ نرسم هالجوب ديسكريبشن الكامل للشخص قوما نشوفه فتلقائيا انتي عقلتك رسم هالشخص حتى مع الفراغات انتي مليتيها بشياء هاليوم شفتي قلت كيف غير ولا اوكي يعني عربتي شغاز دي اوكي لا 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 اوكي يعني ما كان فيه شيء انه كتير مختلف عن اللي انا كان ببالي لا اوكي كان انه يحب اهله قريب من عائلته يهتم فيهم هذه الاشياء قريب من رفقاته نفس اللي لا نشوف على الميديا نفس الشيء اوه نبسه حلو ستايلو كل شيء انا كنت رسمته موجود نفسه لا تغير بس فيه اشياء بالشخصية اكيد ما راينا نقدر نعرفها الا لان نتعرف على الشخص اوه انا كان قصدي هالتناقض يعني تشوفين حد تقولين شكلا متواضع الكاميرا طلع متكبر عرفتين تشوفين ممثل مثلا يطلع قليل ادب تقولين اوه انا هذك هل قد احب افلامه وطاريخته وشو كيف طلع هالقصد يعني هالقصد يعني هالقصد يعني هالقصد يعني فكرته مو خجول جريء طلع العكس تماما اللي بتعرف عليه او حتى اللي بيجو بتصور معه هو شخص خجول انه مهضور اجاب يعني الواحد تتعرف عغيس بيقولنه ويهذا اللي على السوشيال ميديا وكل يوم بصور حياته وكل يوم بنزل سويس انه هو يكون خجول او شاي لا طلعي خجول او شاي انت نايس يعطيك العاف عندي تكبل السؤال اوه اوكي اوكي السؤال هو بيقول اوه اخرى اخرى فنس بقرنوك بعلاقة السابق هل هذا الشيئ بيأثر عليك او علينا او على زواجنا في ناس بقرنوك بعلاقة السابق هاد الشيئ بيأثر عليك او على زواجنا لما الناس يخولك لا لانه انا شخص بقدر فرق بين حياتك الماضي وحياتك هلا ما أظن أنه أنا من النوع اللي راح أقول آه أنت كنت تعمل معا هيك لش ما هم تعمل معي هيك ماني هاي البنت اللي عقلي صغير أنه تفكر هيك فأنا وقت قلت إيه و أجيتي أنه قبلت نتزوج أنا كنت جاهزة لأفرق من كل هدول بعدين دائما بيلك الماضي ماضي و لأنه لا تقلقني حتى التقلقني لا تقلقك هذا هو لذلك نحن معا إذا كان هناك شيئا تقلق من التقلقين أو التقلقين أو التقلقين مستحيل أن نكون هناك ماضيين ماذا يعني تقلق؟ في أي طريقة كانت أشعرات أو أشعرات أو حتى حتى موجود ماذا يعني؟ يعني هدية من علاقة سابقة؟ ماذا يعني؟ أشعر أنه لم يستعد أنه يجب أن أذهب أو أني يجب أن أذهب لا أظن أنه هذا ليس لأني لا أظن أنه سأكون معكم الآن نعم نعم عندي سؤال للرجال خلاص أنت صح؟ نعم سؤالي مو مهم التفاصيل وما بقى سامي ولا شيء وصراحة ما عارف أنت تعرفت على سارة كم أول مرة تعرفت عليها؟ 2019 حق كم فترة؟ 64 6 شهر 6 شهر 6 شهر بعد 6 شهر سنة نص غربت كرجل لماذا بعد ما تعرفت عليها 6 شهر طلعت مع بعضها تعرفت بعضها؟ نعم أوكي فعرفت تقريبا هي منه لماذا أنت كرجل سحبت عمرك ورحت لا أعرف علاقة ثانية أو لا أعرف لماذا غيرت رأيك 6 شهر بعد أن تذهب إلى مكان ثاني 6 شهر هو سؤال هو سؤال سؤال حلو الفكرة أنه أنا أول معرفته أول مرة واتا صرت أنا من نوع أول شيء أنا من نوع اللي ما بطلع أصلا يعني ما بحب أنه أطلع والله وأطلع مع بنت وأقعد معها شوية بعدين أغير أطلع مع بنت ثاني وأطلع مع بنت ثاني يعني لسه مش حط ببالي موضوع الزواج حسيت حالي أنه هيك بين البينين يعني ما أعرف أنا أين روح يمين أو يسار شو بدي ساوي طب إذا كملت أنا بهذا الطريق ممكن أعذيها طب لا خلينا أروح من هون فاكتشفت بالأخير أنه لو كملنا لو كنت بوقتها مكمل وأنه ما أفنا حكي سنة ونص كنت حقزيها فبعدت حتى وبعدت بعد يعني ممكن يكون دائع كواتا كوان هو دائعني بس يعني الهلأ برجع بقوله وانت بتعرفها ما أزاني وأطلع يعني مو بغوستن إهوز غوستن إهوز غوستن إهوز غوستن إهوز غوستن إهوز غوستن بس ما نهل أطمانه كان فينا نقول بوقح أو برود لا هو ما أزاني لأنه حتى شيء ما أظن أنت بتعرفه نحنا كنا نطلع في السكس منتس ونحكي حتى ما علقني بشيء يعني ما كان في أي ساينز ما كان في شيء كان عن جد مجرد تعارف كان في شيء بس لا هو عم يحكي ولا أنا عم أحكي إذا أنت حكيت مثلا أو عترفت أو حسستي بشيء بعدين يوغوستن هذا شيء تماماً بس أنت ما عملت هيك وانت بشيء بس نفس الوقت بس نفس الوقت أكيد ضيقت أكيد ضيقت أكيد ضيقت لأنني لا أعلم لماذا بس لا أعلم لماذا وأنا شخص ما بقدر أكون قاعدة وما بعرف شغله أريد أن أعلم سؤال بين الرجال مرات يوم تتعرف على وحدة وتكون صدق بنت ناس ومرتبة تكون في الموقف الذي قلت له وانت مجهز تعطيها التي تستاهلها تقول لا ما بلع في مشاعرها ما بخليها تحبني بس ما بتزوجها فتسحب عمرك لو أنت شريف صح؟ هل أنت قصدك شيء أنه حسيته إنسان جدية وتتوقع الزواج ما تتوقع علاقة سنتين فقلت لا أحسن أطلع ولا لا أنا أحب واحدة ثانية ولا أنا مخي مكان ثاني فيك تقول الاثنين الثاني الشيء الثاني اللي حكيته هو كان ما بدي أقول غلطة بس هو اللي علمني بعتقدت في هالسنة ونص يعني تعلمت أنا أشياء بسيطة لو ما كنت متعلمة ممكن كنت كمان صرفت معاه بطريقة غلط فحسيت أنه مثل هالشي غلط عملته أنه أبعدت عنها بخلال هذيك الفترة بس بنفس الوقت تعلمت أشياء أنه كيف يكون الواحد أو يختار الواحد الزوجة الصالحة كيف يكون مع حدا بيحبه وبتحبه كيف ممكن يعيش حياة سعيدة فما بعتبره غلط مثل ما قلت لك الاثنين بس بالأخير عرفت أنا شو بدي وهذا الشيء الحمد لله اللي سويته منو بالأخير عرفت أختار بعد السنة ونص شو لو أنت رجعت لو هي عندها حد ثاني أنا قلت لهم عندها صداقات مشتركة واكتشفتها بعدين كنا قاعدين فقالوا لي أنه شو وضعك؟ أنه ثلاثين قلت لهم أنا حاطت واحدة في بالي قالوا لي طب يلا قلت لهم ما بعرف أنا شو وضعها يعني ما فيني أحكيها بس قلت لهم مواصفاتها فطلعوا رفقاتها فقالوا لي اسمها فقلت لهم ياسم فمن هذك اليوم أنا أي حدا بشوفه يعني أي حدا بيقول لي مثلا ليش ما تصاحب ليش ما تترطبت ليش 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 كنت دايما أوصف سارة كنت دايما أحكي لهم عليها إنه هي مثلا نيوترشن أوصر شو وأصيرة أوه من هالكلام كنت أوصف لهم إياها فلما تزوجنا كلهم كانوا عارفين إنه أنا ما رح تزوج غيرها يعني حضلني أستنى لحتى أخذها وهذا كان هذا كان في بالي فأنت كان عندك حدي يهو كان إباتش؟ لا ما كانت كنت سنقل كنت سنقل كنت سنقل كنت سنقل كنت سنقل فأنا تعلقت فيك شوي فوقت صار هذا اللي صار يعني أنا من النوع اللي خلاص إذا أكيد هلأ تعرفني إذا أنت أزيتني شوي كنت سنقل كنت سنقل هذا اللي أملت و لكن أنت قدرت أعود لي مفتاح لكن كيف إذا قدرت ترجع لها؟ أو تقنع واحدة مثلها أنك قالت أنك إنه إنسحب مرة بإنسحب بعد مرة لعبتك 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 كانت أحد لك كنت أحد لك كانت أحد لك كيف بأخذت الموضوع؟ سنة و نصح كان صديق فقط سنة و نصحة اللي بدلنا نحكي فيها كانت أحد لك كنتوا تتكلّمون ليه عادية؟ نحن كثير عليل كثير عليل كان إنه إذا أجلت مشاكل على الإنسطار فأنات ستظريا في إنتجرام فهو الوحيد اللي أعرف أنه بكون السوشاية الميديا فكنت أنه مثلا إذا بدأت تنزلي شيء يأتي怪 الخليل أو لا يسألو إني هذا كان الحقيقي بس أي نوع من بوست تحركات يعني تحرك لابسة فستان وائد حلو شكله وائد حلو تقول لك هل درس حلو لا درس حلو والله كان دائما تكون حلو ما يعني ما كان في شيء بس دائما عمد تسحبني أنا طايح بين اثنين حبيبة وانا تيانس لا ما شوف يعني حتى لو كانت تنظر صورة سودة مثلا ما فيه ولا أي شيء ولا أي معنى ولها الأسود لو بيتميليه شوي بيطلق أحسن في العظم صحيح لدي والله أي شيء وبتذكر مرة بعد تلك بوست كان كز أنا برسوني فكنت عاولة مثل رياضة فيديو فقال لي ما أظن هذي جي بيوز لازم تعملي شيء إنه يكون فيه شوي فيه وطرند وأنا قعد فكر 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 وأنا بس كون عشان أصول أي وانا يا دوب كان عندي ممكن خمس تلاف فوقت نزلته جاب عشرة ألاف حسنت أنه أنا شفت اتولد يسو كنت معقد أيه ممكن كان بردي فيه حكي وبعد ما هو كان جاهز كم وقت خذ عشان يقنعك شناع؟ هو وقت كان مسافر وين كنت؟ أبل الأردن كنت بي كنت أنا بتركيا أيه كنت إنت بتركيا؟ أنا وين كنت؟ كنت في السفينة صح؟ صح؟ لا، لا أعرف أين كنت كنت أنا مسافر على تركيا فصار عنده شي غريب كل ما يسافر يحكي معي كل ما يسافر لا أعرف لماذا يحكي معي كل يوم، من الصباح إلى الصباح فأنا بقعد بستغرب أنه ماذا يفعل؟ ماذا يحدث؟ أنا بنت، أنا ماني غبية يعني أعلم وقت الشب بيكون مواجب ولا مو مواجب كان عمتيني مختلفة ما كنت فهمانا شو عم بيصير بس أنا خلص عم بيحكي يعني ما في شي مويد من ذات بعدين ضلينا نحكي 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 فأنت قلحت على أردن ورجعت كان عندك أبنت وقت رجع طلعنا وطلعتين ثاني طلع ألي أنه فبعد السنة النص يوم كنت تتسافر كنت تسوي لها مسجات أكثر هل أنت تقولي؟ إياها سارة دوري هيا سعب قوي سالة فأنت توقف هنا حسناً غيس دائماً أسألك هذا السؤال لا بس لم تتعطيني جواب حلو شو خليك تشوفني غير عن المعجوبات؟ كل شي كنت أتخيله كزوجة سأبقب بك هذا الذي أعلني أتعلق بالموضوع وغير هذا لا أكن أعرف أن تهتم لكن أول ما أرى احسيت فيك أن أن أنا وأنت ما أقدر تخيل حتى تتقنف حتى إلى أي شيء حتى إلى مهم ملك الجمال العالم طبعاً بس أنه منك لو سمحت هذه أكبرتك عرشان ما تضربه في السيارة أيوة بدونينات بالبيت اليوم بس كان فيك لك كنت خلصاً ما أشوف حتى وقتاً صرنا نطلع نحن أول قبل سنة ونص يعني أول ما بطل حكي بعد 2019 كان أي حدا يشوفني كان يقوله والله لقيتها يا غيث هاي صار كان يقولولي هيك وحتى هلأ بيجي بيقولولي كاة صح؟ كل رفعاته بيجي بقولولي والله إنك حمار والله هم حمار وانا شو عمد تسيبه زوري أوكي شو أعمل ضلتك تدافع شو أعمل لا بس أنا برأيي كل شي صار صار لسبب يعني كان هداك الوقت يمكن رايت برسن بس رونغ تايم صح 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 ومرات لازم الإنسان يتعلم شو ما يبقى صح وما بتعرفين شو مات لبين لما تجربين صح سواء وظيفة سواء أكل سواء علاقة سواء شريك سواء حبيب مرات ما نعرف نقول مثلا أنا وحدتي تقول لك والله أنا أحب واحد طويل ووايد يضحك وعايش حياته ومغامر بعين أختي تتعرف على واحد نفس المواصفات تقول هذا ما يعرفه لازم البيت هذا مش مسؤول هذا عبيض فتتعرف أنه لا أنا ما أحب الشي كنت أفكر أحب الشي بس ما أعرف سبحان الله مرات الواحد لازم يجرب عشان يدرك وشكله يوم يجرب ولي كان سنجل أو أي شيء قال لا شي فاتني وانتي الحمد لك أنت موجودة فأرجع لك تعرفتي طيب بغيز في تكملة شو هي اللحظة اللي عرفت فيها أنك بتحبني؟ وقت بعدة فترة طويلة صرت تحس بقيمتك صرت أعرف أنه في شي غلط أنه أنا عم بخسر حياتي أعرف هل تقول لي خلاص؟ لا تسكت حسنا أنا توترت ليش شو شو أريد هذه اللحظة أعتقد أنت بتعرفي هذا الشي عشان هيك وقتا رجعت أحكيتك وكنت مستعد وكل قواي كمان ها أنه أتقدم لك أكي ما عندي شيء أولو شكرا هل مرات نحن لازم نخسر شيء عشان نعرف قيمتها؟ والجواب هي مرات أو تكون على شفة الخسران على حفة الخسران وتخاف أن تصدق منك الشخص ما يرجع للأسف مرات هذا الواقع لازم تخسرين شيء عشان تعرفين قيمتها مرات صح في جدامك ما تحس أنا الله بيحبني أنه يعني قدرت أرجع مين في لما أنت محظوظ من هذا الناحية؟ عشان يا ما تسمون قصص حد ندم رجع خلاص الشخص عاش وتزوج يبعيال وش بتسوي؟ بتروح تخرب زواج حد يعني ما تقدم حسنا حسنا أستاذ بغيت حسنا قبل كنتي برايفت أكتر أم ع السوشال ميديا مش تأتي لهذه الحقيقة ولا لا مبسوطة باللي عم بيصير مبسوطة I like social media حلوة بس أكيد بشتاء لنبيتلايف أحيانا في أشياء بتكون أنا شخص عن جد عفوي كتير فأحيانا بمفهم غلط من هاي الناحية فوقت وقت بلجت social media الكل نصحني أنه كوني عن طبيعتك كوني أنت على social media وهذا اللي أنا عملته فوقت بلجت social media بعد كم شهر لأني أنا كثير على طبيعتك ولأني أنا كثير على فوية بلجت الناس التغير هذا الشكل وتخليني أنا فكر الموضوع فهذا الشي أنا مو متعودة عليه فحسيت أنه بركي عن جد هنا هنا نحق معهم بركي أنا عم مستر فبلج الحكي اللي هنا عم يقوله يدخل عراسي فهون بهاللحظات بقول اشتقت للحياة الـ أنا كون فيها هيك حتى أول ما بلجت social media الناس ما بتعرفني قبل حق معهم هنا ما بيعرفوا شخصيتي كيف كانت قبل السوشيال ميديا بس اللي حابة وضحه أنه أنا اللي بشوفوه هلأ على الميديا كوبي بيست نفس شخصية غيس فالناس شو بتجي بيتقلي أنه حاش تقلدي حركات غيس حاش تكوني مثل غيس هي مو هيك هي أنا عن جد البنت الهايبر الفني كذا النفس اللي بيطلع الميديا نفس شخصيتك فهاي كمان بتدايقني كز أنا كنت هيك قبل واتبلجت على الميديا صرت الناس تفهم بطريقة غلط بس حق معهم تفهموا بطريقة غلط لأنه هلأ ما كانوا بيعرفوني قبل قبل السوشيال ميديا بس اللي علي أنا أعملوا أن يكمل مثل ما أنا طيب بتحس بضغط السوشيال ميديا بعلاقتنا بعلاقتنا بس مو أنه إذا حدا يأثر على علاقتنا لا بحس أنه بسبب الضغط اللي بيجيني أو الهجوم اللي بيجيني أنا نفسيتي أنا بتتعب و الموت تبع بيتغير فبحس أنه هذا الشي بيأثر علينا أنا وياك لأنه بصير أنا بعصب أكتر أو انفي عليها أكتر فيمكن نتخانا يمكن كزا يمكن نتعب بس مو لأنه في شي بعلاقتنا بس إيه قل لك موقف صار هاي بذور أنت هي حسيت بالضغط وقتها أنت أنا حسيت عليها كانت خلاص بدأ تمسح كل شي بالسوشيال ميديا يوم عرسنا يوم عرسنا تعرف أنه عرس كان في ضج كتير كبير عليه وكان وقتها يعني كثير ناس وقتها بتعرف عليها بتعرف أنه مين صاره أول يوم خلاص أنه غايت تشوز مين صاره وصار يدفوها فصار موقف بالعرس غلط كلياً لمفهم وأنا في عرسي وخلاص بلشنا شهر العسل طلع شخص الله يسامحه فهم الموضوع بطريته الخاصة وطلع على السوشيال ميديا وفهم الموضوع إجاهة هجوم ومسبات بالسوشيال ميديا من أول يوم من أول يوم تقضيها بكي لمدة أسبوع وأنا حاول أروع فيها فهون هي كانت خلاص أنه عند تني السوشيال ميديا وعفكرة هلأ لسه في من وراء هدول الأشياء اللي صارت بيوم العرس فمن وقت بحاول أفهمها لا الناس بعدين تعرفها حياتي تعرفني شو الصح وشو الغلاط بدك وقت لأن بعد ذلك يمكن أكتر واحدة إجاهة هجوم فجأة بالسوشيال ميديا كأول مرة هي مشكلة السوشيال ميديا أنها تقضي أحياناً تسمع قصة أو تسمع خبر من طرف واحد لا يريد أن نسمع من الطرف الثاني وأنا من النوع الذي لا أحب مثلاً أطلع على ستوري أو نزل بوست أنه أنا صار معي كذا وكذا وكذا أنا حتى بطبيعي العادي يعني بأيام بالأيام العادية لا أعلم من هذه النوع لا أعلم من هذه النوع من هذه النوع التي يصبحوا ويقوموا بطبيعي لا أستطيع أن هذا الشيء غلط ولكن أنا لا أستطيع فشانيك من أول السوشيال ميديا كل الدراما التي حصلت وكل الأشياء التي حصلت لأنني لا أعلم من أن أعلمها دائماً أقول أن الناس مع الوقت ستعرف أن أنا شو ولكن أريد أن أدفع هذا الشيء تصرف هل تحسون أن السوشيال ميديا عادي تطلق ناس؟ يعني كنون هم عاديين وطبيعين وكشي عادي جواب هيك أثنين تجوزوا وإذا تطلقوا من السوشيال ميديا ما كان لازم يتجوزوا من الأول هل تفكرين؟ نعم هل تفكرين؟ هل تفكرين أن حتى لو علاقة سليمة السوشيال ميديا عادي تخلي العلاقة السليمة خربانة؟ أنا بالنسبة لي السوشيال ميديا كشخص واعي أرى أن هناك الكثير سلبيات هناك الكثير أشياء تأثر على النفسية لكن أنا أحاول أن أفصل أن السوشيال ميديا بالأخير كم مرة نحن أيام زمان كنا نسمع أن عندما يذهب إلى العمل يجب أن تكون شخصيته غير عن شخصيته التي تكون في المنزل نفس الشيء ما فرقت السوشيال ميديا يجب أن الشخص يفصل ما بين هذا الشيء والعلاقة يعني أنا أمسا معاني أشياء عن غيس وقراءة على السوشيال ميديا يوجد ميديا أنا لا أرى الميديا يقول غيس هكذا تفكريني طيب ماشي أنا أتخانق معه لا غيس أحكي لي ما يحدث أول ما تزوجنا كمان طلعت إشاعة عنها أنه هي مرافقة واحدة تركته ميشاني وهو أبن خالتها كنت خاتبة وتاركة تركتهم شان غيس فأنه أبن خالتها أبن خالتي لما كان يجي على البلد كانت هي تاخده مشوير طلعا الفكرة أنه في السوشيال ميديا ممكن تخلي الناس يتركوا بعض اثنين متزوجين لشغلة وحدة أنه كلام الناس اللي بيكتب كومنت هو شخص واحد عبي كتب كومنت لشخص واحد أما هذا الشخص اللي عبي يجي كومنت ما عارف أنه في كم واحد ستة مليون خلينا ما سنقول عندي ستة مليون شخص عم بيتابعوه كم مسبة أو كم واحد قاعد بيعطيني كلمات سيئة عشان أنا أقدر أتقبلها وأتحمل وأمشي الموضوع عادي وما أتنرفز ولا أغير شيء بتصرفاتي أو ما تخلي ردة فعلي سيئة مثلا أسمع أنا مثلا دائما شوف مرتك شو كانت عاملة شوف أبصر شو شو هوين كانت شوف مثلا لما يجيها من واحد تقول عادي هذا واحد بس لما يجيك من كتير ناس تفهم أنه ممكن تأثر عليك إلا تروح تتخانة معاها شوف كيف طرت شوف كذا 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 بس بالنسبة أنا وإلها بالسوشيال ميديا بس أحكي لك معلومة سريعة أنه أنا وإياها بالسوشيال ميديا وبرا السوشيال ميديا من لما حكينا إلى هلأ تخانقنا مرة واحدة صح بس حمد الله حمد الله حتى هي بتجي بتحكي لي تحكي لي في شي غريب ديش ما ما تخانق إلا شو بدك؟ انت بات الضارة مؤسطة عنده سبب لا تطالعني شي شو النظرة مؤسطة هيك أنا عندي أن الأخناء خصوصي أول فترة العلاقة لأننا نحن خططنا بسرعة وبعدين جوزنا بسرعة فالأخناء متفرجيني سايد ثاني أريد أن ترى ذلك لكن لا تطالعني أخيرا 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 لكن أنا لا أفكر لو أحد لا يستطيع أن يثقف الشخص بسهولة وتزوج عندما تزوجت أخيرا 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 وكل سبوع ديما جهنم كل شي فيه أخيرا وهي واحدة أصلا لا تعرف تثقف الريا والتي تجاربها سيئة خاين وتذاب وكذا صعب عليها تكون واحد مشهور عشان كل دقيقة أحصل صورة أو فيديو أو ميسج أو أحد يسوي لك أنت ميسج يقول أنت ما تعرفين أصلا بارحة الليل أين كان أه أنت غاب عنك حق ساعتين أين كان سألتي أنت تروحين عنده أين كانت البارحة فالليل مشاكل تي من ولا شيء ويمكن مسكين نايم يمكن مسكين نايم فأقول هل مرات صدق السوشال ميديا صدق تدمر وتساوي مشاكل من ولا شيء هذا اللي عم قوله لأنه أنا ويا واسئين ببعض يعني أنا زوجتني بنته كاتبة هيك رسالة حتى مرح فعتش معه يعني مرح إجي أسأله هيك شيء وطلعت الإشاعة ما بتذكر أنه أنت إجي تسألتني هل أنت كنت تخاطب قبل لا لأنه نحنا أول ما أجينا من نرطبت أنا عندي الكميونيكيشن دايما هو مثلا كان صعب بالنسبة له يعمل الكميونيكيشن لأنه إذا قاعدت لأنه بس أنا جبرت هذا الشيء وقعدنا وحكينا وحكيت كل شيء في حياتي من ماضيه إلى هو نفس الشيء يعني نحنا كنا كتير شفافين مع بعض فإذا بده يصير فيه وكذا بسبب بسوشال ميديا نحنا ما نازم نرطبت أنا المفروض أكون جاهزة وبعرف أنه مع السوشال ميديا رح يجي أشياء رح يجي بنات رح يجي كذا أنا فهماني هذا الشيء وهو كمان فهماني هو بتذكر أول فترة كان دائما يجينا كومنتات أنه تذكروا كلامي بعض فترة رح يتركوا بعض تذكروا كلامي أنا وياها نقعد مضحك بس يعني أنا شو بدك تحكي بس هيك أني أخذين فكرة عن السوشال ميديا بس شكل بس شكل هم هو جداً سيئ بالذكره ما تقليلين تواريخ تواريخ؟ لا أمضح من تواريخ تواريخ شو أحلى ذكرى إلك عنا ما نزلناها أونلاين كتب الكتاب في عنا أنا زلت أبداً صح صح شكراً لماذا اخترت هالذكره؟ لماذا اخترت؟ أنه هاي اللي أحكيها لأن هاي تغير يعني شو أحكي لك وقت كتب الكتاب حتى وقتها كنت يعني كان عندي عم بصور أشياء للذكره تمام؟ بس ما نزلت شيء لأن حسيت أنه كتير كتير مدخليها وتخصني هاللحظة وقتها تقدمت لها وقتها كان الشيخ قاعد أنا ما عرف شو عم بصير أنا بس بدي أوقع خلصت بس وقعت أنا بعدين راحوا عن سارة نادوها فسارة إجي بده أتوقع سمعت صوت الناس قاعدين بصير بصير غطة هاي اللحظة حسيت كل شيء عتم هيك رجعت حياتي في فلاشباك ما بعض صوت أسمع إيكو وبطلت قدر أمسك حالي صرت أرجف صرت أتذكر أنه أنا قديش عانيت في حياتي وشو صار معي وكيف أهلي إيجوا لهون وكيف تعايش في لبنان وأنا هربت وسرقوني على لبنان وأجيت قصة صارة في حياتي وكيف أجيت لهون وكيف فلاش السوشال ميديا وكيف تعزدت في الشغل قبل السوشال ميديا كل شيء مرأ يعني الناس كانوا عاديين بيحكوا معي وأنا بس صاف إن هيك ما أقدر أتحرك يعني حتى الشعور كنت تحسه غريب يعني مستحيل أنه مستحيل عصف لحد لأنه هي اللي والله عبت تمثل ولا كذا بس الشعور اللي أنا كنت فيه بحياتي ما حسيت فيه يعني حسيت أنا باختصار أنه أنا شو عملت وشو نلت بالأخير أنه بالأخير أخدت شيء اللي أنا بدي إياه وشوف أنا هلأ وين قاعد وشو عم بعمل فهي اللحظة كانت لا تناصر هم هاي هاي أحلى اللحظة في حياتي يعني صراح واو أنا أول مرة بسمعها كل هذة أشياء يعني حتى سألته هدا كل يوم وأتشفت إنه شو صار شكتام تفكر بس يقلي فلاشباك واو اه كان شعور حق لخبطة حقك تكون كمان هيك إنه شو هاي اللحظة إنه إنه بيج مومنت لو ما زغلطوا ما كانت ترجعت فلاشباك أنت يوم سألتين مانا عديتيني أنا أنا كنت مفرض أكون يا لازمعال كان بيقول لجي القصة بس قلب ذهب أه ما شاء الله والله قلبك حلو ترى والله أحمد الله حسنا 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 واحد اثنين كثير راضي يعني بفا منك مبسوطة كثير طبعا مبسوطة كثير كثير راضي عن كل شيء وأنت نجد دائما بقول لك يا هاو كل يوم بقول لك يا هازم لاحظ أنه أنت ما في منك وأول تمباري حتى قاعدت قلت لك تخيل لو نحنا مو مع بعض يعني أنه شو نكون عنا عمل هلأ كيف لتكون حياتنا أنه عنجد أنا وصلت لمرحلة ما عم بتخيل حياتي وأنت مو بهاي الصورة طبعا كثير راضي عني عنا وكثير مبسوطة حتى الحياة اللي كل بنت هي وصغيرة كانت تحلم فيها وقت تكبر هي وأحلى حتى طبعا كم من عشرة أكيد عشرة من عم مليون من عشرة عشرة من عشرة تحسين علاقة كم؟ يعني هو السؤال التي قالت هلأ أنتي مكتفية هلأ أنتي سعيدة كم من عشرة؟ عشرة من عشرة صدق والله صدق مليون بالمئة لأنه حتى الأشياء السيئة اللي بتجي بالعلاقة تحبها لأنه هي اللي لو أنت عشرة من عشرة شو بعدها؟ هل تقين تتطورون؟ طبعا شكيفين نحسنها؟ بتصير عشرة من عشرة حلو حلو كيف تتحسن؟ ما في شيء أبدا من هيك أنت تحسين أنه لازم ينعمل أسلوبي شغلي عملي كيف تتحسين؟ شكيفين نحن لا أريد شيء يتغير فيك أبدا أحب المراحل التي نحن نكتشف بعض فيها هذه كلها بالنسبة لي مثل أنت ملسجقة تتحسين من عشرة من عشرة 10 out of 10 وإذا بدنا نعلي أكثر من هيك بتصير 20 and I need to go to 20 and it will be 20 out of 20 دبلوماسية طلعت حاولت صراحة أشوف إذا فيه أشياء سيئة بس يمكن أمام سحب في الواحد يجي قول والله لأنه عناده لا سؤال مثلا لو حد جواب قال والله أنا في العلاقة تسعة لحين من عشرة فهو بيقول كيف أقدر أوصلها تسعة ونصف ولا عشرة هل هدف يعني شو أقدر أسوي أحسن يمكن مثلا لحد يقول والله ياريت نطلع أكثر مع بعض والله ياريت تتواصل معي بالشكل أوضح عرفت هل السؤال إذا فيه شيء تفضلي عنده شكرا نزل تسعة نزل دسكاون سوف ما كتفهمان السؤال نزلت لتسعة سؤالي على الدسكاون في دسكاون سامر سيرس بعدين لطماقشة موضوع لا لا لأنه لأنه ما كتعجلت تفهمان السؤال فكرت كعلاقتنا أظن أنه كيف نحن مع بعض بس يمكن موضوع الوقت شو معنى الوقت بالنسبة لتشيء أشياء نعملها أنوية مع بعض لتحسن مع بعض يقدر يكون أي شيء حتى هموبي أم قصدك مغامرة وطلعة وأكل كل شيء يعني مثلا نروح نتعشبس معرف أنه أنا وياك ما منحب نقعد مثلا نعمل شيء جديد أنا وياك لحالنا حتى النجرة أعلم أنه نحن نحب أعضبنا لأننا محببها أحياناً دعنا نرى إذا فأنا نحن نريد أن نرى فعل ذلك معرفة أيران أخذت لعبة بلايستيشن مختمرة هل تقول لي حالة الوقت تعالي ما الغريب أنا أقول لك من منظر الرجل مرات وحالة الوقت أو الوقت الذي نقضي ذو جودة عالية الذي نحن 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 كواليتيتيم ليس شرط يكون كواليتيم عن الشخص الآخر ممكن أنت لحن كواليتيتيم إنه مع أهلك و معك حقك أنت كواليتيتيم حقه هي حلو بس مش كواليتيتيم وائد حقك أنت تسعة من عشر حقه كان أربعة فهمت؟ فهنا يجب أن نحن نفهم كواليتيتيم حقه هي شو بالضبط؟ أه أنس يوم أنت بتيلس معاي نحط التلفون ونطالع بعضه ونتكلم هنا يكون اللوف تنكفل مرة حكيت شيء كتير حلو بس ما فيني I can't quote you 100% بس بتذكر أنت حكيت عن اللوف لانجوز وهي عن جد غيرت تفكيري كتير أول ما ارتبطنا أنه أنا لازم أفهم اللوف لانجوز تبعك لقدر أنا أرضيك وأنت نفس الشي يعني أنا ما فيني أقول مثلا أنا بحب الكواليتي تايم يمكن هو مو كتير مهم عنده الكواليتي تايم فما فيني أطبق هذا الشيء عليك ولا أنت في صح ممكن أنا لأن حسب ما بيعطر كلك كمان أنا ما كانت متعود أنه يكون في الكواليتي تايم أنا دايما عندي يعني حياتي كانت دايما مليئة والناس ووهو فما كان عندي هاي شغلة أنه في الكواليتي تايم في حياتي عرفتها لما I understand لما صرت مع أنا بفهمك كتير من هاي الناحية أكيد أنت شايف هنوصل إلى العشرة الانترفيو جاد تحكي عشرة لا بنت تصير تسعة من عشرين صح ليش لا أنا أنت قريتي الكتاب لغات الحب الخمسة أنا ما بقع لك أختبار أختبار كيوب أصدق؟ لا سحبت لنا فهم اللعبة كلها لا الاختبار برسلك كومان لك تسوينا يمكن سبع دقائق فبيعطيتش مثل تقرير عن أنت شو اللغات الخمس الحب مالت شو أهو رقم واحد رقم ثانين رقم ثلاثة رقم أربعة هم خمسة فهو حلو حتى ترسل حق أهلك وإلى أي حد من القرائب لكي تبدأ تفهمهم حسنا وتستغرب وتستغرب مثلا أحد يقول لك أبوي ما يحبني لكي يفكر أن أبوي ما يحبه ولكن يظهر أبوي مثلا اللغة الأولى اللي يعبر عنها الخدمة مختلفة صح يعني عليك فاتورة أنا أرسلك فلوس أنت ما تحرف أن هذا يحبه حقهو هذا يحب أعم أعم صح أنا أطبخ لك شيء نجد أن نفهم اللي حولينا أعم إذا هنجد حبينا أو لا خلص دعوا ينتبهوا منهم وفي شيء حق تشنتي وحق الجمهور فيه اختبار ثاني وفيه أنواع ل ماذا هو حامد؟ الاتصال؟ التعلق أساليب التعلق أو أنواع التعلق وتستغرب لكي يسألك الكثير عن علاقتك مع أمك علاقتك مع أبوك وبناء على طفولتك يقولك أنت أسلوب التعلق عندك كإنسان وهذه الصفاتك أنت كإنسان يجب أن تقرأنا يعني في سبع دقائق تقرأنا رهيب تحمسك تحبسك سؤالة قوي قوي ما الشيء لو عملته لا تستطيع أن تسامحني هلأ غير الشيء المتعرف عليه ولا ش يعني ما في شيء غير الشيء المتعرف عليه والي هو كيد الخيانة بس غير هيك لا بس في ناس يتمون حتى بعد الخيانة ايه في ناس بس أنا يعني مثل ما قالت لك أنا تعلمت و فهمت الحياة مثل ما بولد جعلكت فيها فأيه أنا بحس أنه هاي المواضيع مواضيعا الخيانة بتكسرك شكلك جربتك قربي بس هاي هم طيب وشو ممكن يكسر زواوجنا نصي جواب الخيانة اه ما بحس في أي شيء ثاني اه شو الخيانة بالنسبة لك ليش أسأل عشان في ناس مرات يفكرون الخيانة بس حد نام مع أحد ثاني ولا سو علاقة مع أحد ثاني بس فينا بيقول لك لا حتى الديم حتى حد يرسل قلب حتى حد يغازل حد ان الخيانة بدأت هني عرفت ان بدأ يحط عيونه مكان ثاني عندي ثقة فسارة مش طبيعية وانا بشوف ثقته فيني كمان مش طبيعية يعني اوقات مثلا مثلا اوقات مثلا بنشوف حد ما شاهد الشارع بنقول اوه بقول له مثلا اوه هاي البند كذا مثلا اوه شوف هاي البند شعره عيونه زره ابصر شوف هي بتمشي معي عم نصير تمسخرة على الموضوع انا وياها انه ما في شي بناخده بطريقة او ما في موضوع بيصير بطريقة غلط لا مني ولا منها انا ولا بحياتي مسكت وفتشت بتليفونها مثلا ولا هي عملت نفس الشي حتى لو بتشوف بنت عم تحكيني اي اوكي اعلم انه في شي يعني ما رح يكون ولاه لانه حتى لو بتصلك زماع مصلا حكيتني حكيتني بعد فترة errغاية هي فاهمة خلاص هي فاهمة iew مشا هو بصير ميكتون لك ميكتون لدك كيف انا؟ لدك تكتون للخلاف ميكتون لدك اوكي الخاص كان من أول علاقة واضح بكل شيء يعني حتى أشياء مثلا أنا ما في داعي أني أعرف فيها كان يجي يحكي لي إياها وبدون ما أنا أطلب يعني بعرف مثلا من أصدقائي معارف بعرفهم أنه وقت دي تخلو بعلاقة اللوكيشن لازم يكون أون أو هو لازم يبعث له وين هو يعني أشياء طاكسك أوكي فأنا أول علاقة لأنه أكيد نحن عم نحاول نكتشف بعض فأنا يجب أن أكون كثيرا على طبيعتي معه هو نفس الشيء كان كلما يروح مكاني يقول لي أوه شوف يعمل عم بعمل كذا يبعث لي فوس هو يجب أن يتعرفني بكل شيء يعمل وفي أشياء البنت تعرف فيها مثلا هذا الكلام إذا كان قاعد جنبها تليفون غطاء سكن هو كثير شفاف أحيانا أنا جيب لي تليفوني يفتحي لي شوفي من رد شوفي من كذا هذه الأشياء لحالة تباعد تصدقائي وعندما تتسفى وعندما تتوصلني للمرحلة اللي أنا فيها حاليا ويجب أن تتسفى أشعر أكثر من البنت اللي تقول له فتح لي لوكيشن يعني لو أنا جاي عمقلك في شفوك في تشوك بس لو أنا بس عمقلك فتح لي لوكيشن فتح لي كذا ويجب أن تتسفى بس أنا كنت أتوقع بس أنا كنت أتوقع هذا الشيء منك بسؤال لو دخلت الغرفة وشفتها ياسا تشيك تلفونك عادي؟ أبحس ممكن تكون عبتبعت شغلة أو ترسلها لا تفتش تفتش؟ هل ما أنا بس بقول لك ليش سألت؟ أنا في مرة واحدة قالت لي قالت لي أنس لو دخلت على صديقتك وزوجتك وشفتها عندما تلعب تلفونك تفتش اترك العلاقة عشان خلاص يعني حتى لو صلحتوا الأساس خربان ما في ثقة هل أنت معا ولا ضد هالفكرة؟ أوه يعني حيكون فيه مثلا التراست انكسر بينه وبينها يعني حيكون أنه مثلا أنه عبتسوي أشياء وأنه وره ظهري فليش؟ أنه أنا بشو مؤثر؟ فدايماً حيصير وقتها هذا الشك موجود سواء عندها اللي هو كان أوريدي وأنا حيكون شوية مستنفر منها فهي حت تكون بداية شرخ صح أنت نفس الشيء تقولين؟ أنا نفس الشيء طبعاً بس أنا عندي نقطة و أعطيك هذا الآن إذا بحياتي أو عمري حسيت أنه لأنه نحن البنات أنا بعض التركيبة البنات كيف؟ أحياناً من ورد شيء من نعمل شيء ويمكن مثلاً من يوم الأيام فكر أنك يمكن تكون ساعة متفكر بحد غيري أو كذا أنا أعطي أن أعطي لك لأنني لا أعطي من النوع وإذا بيوم الأيام فتش تليفونك أنا بنفسي رح أعطي لك أنا أصفة، أنا فعلت هكك 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 لا أعطي كيف؟ بس بيرجع لك التصرف بس النوع هذا الشيء لو صار أنا بس عم بحكي إذا؟ لا لا عندي سؤالها بلا شك سؤالين؟ نعم نعم سألتم نعم 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 لا أعطي أيضاً هذا اليوم بعد أننا قمنا بحكي سنة ونص حسنة ونص حسنة حتى أنا ملتك على ميديا حسنة لا أريد أن أرى أي شيء معك حسنة بعد سنة ونص بدأت بحكي نحن قليلاً حسنة فلا كان هناك شيء لا يوجد أي سبب للشيء الذي حدث معي كنت أدخل البيت تذكرين أدخل البيت حسنة تخيل معي اللحظة أنا هاي أول مرة أسمعك أنا أتخيل أنا أتخيل كأنه هناك أحداً يقول لي غيس 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 يعني اسمك لم يأتي من بالي وأنا كنت معصمة من حالي أنه لماذا أفكر فيه؟ أنه أزعجني شعور أني أنا حسيت أنه رح أتعلق فيك أوكي يعني دايقني الشعور أنه لا كذا أنا ما كنت واسقة فيك ما كنت ما كنت أصلاً متخيلة بيوم الأيام أنه يصير شيء بيننا ما كنت بعرف إذا أنت جدي أو لا بسبب طبعاً اللي صار يعني فإسمك هيك إضالة تدور براسي وبتذكر أول ما صفيت سيانا ونزلت على البيت قلت له ماما أنه شو فيه وهي أول مرة من بعد من نحن تعرفنا مع بعض لهذاك اليوم أني أنا أصلاً بقيلة لماما أني أنا عم بحكي معك طبعاً ماما كثيراً بتحبه وكي بتعرفيني ماما ما بس فان بتعرف كل شيء بحياتي فأول ما حكينا كانت تعرف وقفنا حكي كانت بتعرف بس أنه هو هذاك اليوم وأنا عم أدخل البيت قلت أنا شكلي عم بتعلق بهذا الشب ليش كيف شلون ما بعرف ونحنا كنا ونحكي وبعدها بشهر تقدمت لي فسبحان الله بس ألك شغلة لأني أنا كنت كرهانة كل شيء وشوفك أنا كنت أكيد هون حاببتك بس أنا ما كنت معترفي لحالي بس هاي تصرفات بنت صغيرة حابة فائل يا كسنوفا أنت ماما ماما بس هاي أول مرة بيسمع لصة عشان ما يفرش لي حاله طب كيف توصف هي حبك إلي حب حبك حبي إلك كيف توصفين حبة حقك حبك إلي حبك إلي شفت اللوحة اللي بابا رسمها أه الثانية اللي عاملة هيك لما بتخيل إنه انت شايفني هاي البنت اللي صغيرة وعملي هيك هيك تحس يعني هاد الحب أوكي نفسي هاه هاه شايف هاه هذا مريغ أبوك رسام ايه نحن هاه ومخترع ام ام أكبرك تفكر مضبوط أوف أوكي شو اللحظة يلي عرفت إنك بدك تتزوجني؟ ليش حسيتك تعرف الجواب أس وديك تسمعيني لا والله ما بعرف أنا بعرف يعني هل تتذكر عرفت إن ستتعلق في لحظة غريبة هل أنت صار لك اللحظة لازم تتزوج ألبا؟ وترجعت حكيتها هون كانت اللحظة اللي إنه عم بمشي أنا بالخطوات مثل عم بطلع ستب باي ستب بس ما لا بشوف أصحاب مثلا بيضل مثلا بيضلوا مع بعض سبع سنين بعدين بيخطبوا بعدين بيضلوا سنتين بعدين بتزوجوا قلت أفو الله مطولة فكان موضوع إنه خفت أخسرها فصار بدي إنه خلص بما إنه أنا متجه على الموضوع وعارف إنه شو بدي بالأخير فإنه ليش آخر الموضوع ليش إنه يطول اللي عم بصير فمن أول أول ما حكينا كان خلص إنه موجودة وفي سؤال وليش ليش أنتي ليش ليش خطرتك أنتي ولا هاتجوبت علي بس بالزواج بالزواج أنت قلت قبل من شوي قلت إنه هي كانت في المواصفات اللي أنا دائما كنت أبقاها في زوجة بس لينحي ما كنت متعرف عليها بعمر ففي هالفترة اللي أنت قررت ما لينحي ما كنت متعرف عليها بعمر وصح فيها مواصفات بس في وقت بنات فيها مواصفات حلوة متل ما قلت برج عبول هو كان مش حب من أول نظرة بس ما عفز بسموه بها الطريقة بس كان في شي غريب فيها هو اللي خلاني أتعلق فيها يعني من أول ما شفت أول مرة في القرى العالمية أول مرة انتبحت لك صح غير السنين اللي قبل كانت هاي اللحظة أنه أول مرة بحياتي بروح بحكي مع بنت كان شي جدا غريب بالنسبة لي وما كان حيصير لو لا بهدلت أصحابي بهذاك اليوم يعني مستحيل كنت أقدر أتصرف أنا هتتصرف حالي بتتذكري شو صار يعني يعني شو صار خلوني أنا معاكم رح تتصور معه طبعا شفته كنت طالع معرفاتي أنا و وما شفته بالقرية فيجي تصورت معي تصور معي بعدين أتقول صاحب أوف ما شاء الله ما شاء الله قالت ما شاء الله أطلده بدي أهلك البنت أني بدي أحكيها ماما مين تروح؟ رح تتعب تمشي وعندما كان في بالتردد على أفضل، لدي أحصل إلى المرون واذا أفعل هنا؟ هذه المرونة كتبت لي معاً لأمي، رأيت مرونة وعندما أكتبت لي الصورة ولم يتحصل إلى المرونة في البيت كان صاحبي زياد هو الذي كان معي وقال لي تحكي، تحكي أنا أتردد، أنا لا أعرف على أتصرف وقال لي ما أردت وقال لي ما أقلت اليوم؟ لا أعرف، لا أعرف أي شيء، والله هو يتحدثني وأنا أتظهر فيها، وهي لا أتظهر فيها، لكن بعد ذلك رفعتها أولا غيث أبي الحانة أو شيء. رفعتي راكشتني عني، قلت لي، تظهر إلى هنا، تظهر إلى هنا، تظهر إلى هنا، تظهر إلى هنا، أول ما تظهرت عليك، حسيتك أنه، أنه خلص يزمره، فعالسريعي، صاحب يقنعني، أول ما هي لفت، طلعت علي، قلت موقف محرج أنه أنا أرجع لف وجي، فرحت لعندها، رحت وقفت، وضع ساكت، ومحكت، أنا طلعت له، ايه، شو الأخبار، ايه، شو الأخبار، ايه، قلت لي اليوم والله ضعت بطاعة البنك، سوالف ما منها داعي، أخذ شيء طلعت رقمها ما عطتني، قوي يا طلعتي، بعدين بس عطتني الإنسجرام، ما أنا ردي عملت لك فولو على الإنسجرام، عطتني الإنسجرام، وصار ترد عليه كل يوم من ثلاثة، كانت قيلة، كانت؟ خلاص، 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 بس، في يوم هو كلمت، وطلب رقمت، قلت له ما أعطيك؟ قلت له صعب الرقم، فين أعطيك الإنسجرام؟ صعب لا أعطيه، أمم بحفظة إنه، أمم صعب؟ لا، صعب أعطينا أمم، لا أعطيه، بس أنه، كان بهذاك الوقت أنه، سسعر، بس أنه، بس أنت تحبين له شخصيته، بس أنه، رقم لا؟ حتى لو، لي أعطي رقمي، أنه لسه لا يوجد أي علاقة، حتى أنه أصدقاء، لأنني أنا أعطيه، والنسبة لي هذا الوقت أنه، النسبة لي تحبيني، حسنًا، خذت الرقم؟ بعد تعب حبيبي، حسنًا، حسنًا، أتوقع آخر سؤالين، حسنًا، 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 لو شعر عنا أطفال، وأنا ميتت، قبل ما يكبر، حسنًا، حسنًا، ومر الزمن، وكبروا، سألوكي كيف تصوصي بابا؟ كيف رح تصوصي؟ أوه، حسنًا، أه، يا رجل هذا صعب لماذا؟ لا أريد أن تخيل شيء أبو كون أبو كون كان أحلى الشيء بالدليل لم يكن أقص علي شيء كان أسعدني كان كثيرا يضحك كان أعب غريب كان تفكيره جدا غريب ليس مثل أي حدا صاني لا يوجدني صاب صحيح لكنني سوف أعصفك بكل خير سوف تسجد عنك بكل خير هناك شيء لا أعرف دائما تسير معي ترى أنه يأتي عندك و تبوسك فجأة دائما تخيل هذا الموقف فما تخيل الموقف يجيل عندك بس ما قلت لك أولا مرة لماذا تتخيل هذا الموقف؟ لا أعرف بس كيف تتخيل كنت تتخيله بس ما قلت لك أولا إن شاء الله سوف تقولي لي أنني موجود أكيد رح تفرجيون أنت ما في دائين أقولوا رح تكون أب جنن إن شاء الله لإن شاء الله بدنا محارمة I love you people I love you more لش مشاعب ووو that was very deep last one هدول الاخر تنين شكلون yes please thank you اخذي راحتك اخذي راحتك اخذي 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 اذا كانت هيا اخر مرة بشوفك فيها شو اخر كلمات لي هذا الشي اللي انا بتخيله بس ما بتخيله انه فيه حياة بعدك هيك انا بشوفها انه ما حتى تخيل ما قدر تخيل امتي انا حس كلما فكر بل موضوع ما بعرف ما بعرف لايجواب فداما بتجهلك انتي صرت اقطع مني ما بتخيل اليوم بدونك ما بتخيل حياتي بدونك لما تكوني موجودة انتي انتي اذا ما نفصل حياتي انا مسانا من شو مكون انتي السعادة انتي بتغطيني سعادة دائما بالحياة انتي بتغطيني فرحة انتي بتلونيها لحياتي اي شي موجود اما فيه كل يوم الصباح انا فرحان السبب هو انتي موجودك فما قدر تخيل يكون اخر مرة بشوفيك فيها نعم اوشي بقول الله يطاوف عمركم امين هذي فقط اسئلة وما في سؤال بدون مغزة ما في بس سؤال بس عشان با مشاعر بس عفكرة المشاعر انا عرف الناس اللي يلسوا عليها الكراسي وعرف كم شخص كان لي انا ساي اول مرة انا واجه مثلا زوجتي ولا حبيبتي حق ساعة ونص ولا ساعتين بهالشكل بدون اي تليفون بدون اي اطفال بدون اي شي ما في شي يسي شرطتنا واول مرة قدرنا يمكن نسأل بعض اسئلة معينة وبعضهم بعد المقابلة يقولوا انا انت تجددت علاقتنا ولا زيت لزاوية ولا خليتي اقدرها اكثر ولا احبها حتى لو واحد في المية اكثر في يوم اتكلم ليش انا اسأل سؤال الموت وسؤال هذا عشان صح مرعب ان الواحد يفكر واللي يتخيل الموقف ولكن مرات لازم مثل ما انت غيث يوم غبت عرفت قدرها بس تخيلك لو انت بتفقدها يمكن يحسن انك انت كزوج يمكن يحسن انك انت كإنسان وانت تعرفين قدرها يوم انا اسألتها على سؤالة انا اولادكم وان شاء الله اولادكم بيكونوا في رعايتكم انتو الاثنين ويكبرون معاكم ويضربونكم ويكرهونكم عادي وتشايبون وتعيزون معاهم بس مهم مهم ان جمالية العلاقة اللي بينكم انا اقدر اصلط الضوء عليها عشان الجمهور يعرفون مراتهم حتى هم النعمة اللي يمكن هم عندهم يمكن عندهم حد رهيب في حياتهم بس لو ما طبقوا هالسؤال على مخهم بيقولون يا اخي واحد عادي بس يوم يقولون لو هالانسان خسرت اليوم عندي سؤال مرات المقابلة اقول له اليوم مت في الليل وما كان عندك اي طريقة انك تتواصل مع اي حد قومة تموت منو الشخص تحس بكت مفروض ترسل لي ميسج هالنوع من اسئلة تخليك تفكر هل انا مقصر في ابوه مقصر في يومي هل انا مقصر بزوجتي لازم تشي تفكر تعرف بس هالهدف يعني بس هالهدف يعني لا بالعكس يعني انا روح قلبي هك اسئلة سألوه بس انو دايما الشخص بحاولي بقعد عن هذول الديب كوششن لانو ما بده هو يسمع الجواب او اصلا يفكر الموضوع هذا الجواب ليش اول ما ارأيته انا اتغيرت ملامحي لان دايما بس ألحالي على السؤال دايما بس ألحالي على السؤال بس اول ما رؤيتها لان ما بحب اواجهها بحب ايك شي بس دايما دايما السؤال في بالي بس دايما ردت فعله لما يجي العالم هلأ كلمة بدكتو جيب أعرف كم السؤال شيء هالبوسة اللي هو يبوست إياها أظن بوسة إحزاس بنعمة وأنا احترم ريال شيء بدلاً ما يكون ريال يقول لا مالا داعي ببوسة باتر بحظنها باتر لا ما تعرف لو عندك خمس دقائق صح تحس بشيء حلو نفس اللحظة نفس اللحظة ربها صح شكراً 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 عشر ونعشر مرة جاء أنت ليه حج يا؟ تحدي الحلقة الثانية عشرين واو أستانست معكم والله أتمنى لكم يعني يشوفوا في في عالم نحن جداً نظرتنا سلبية للزواج وفيها سباب واقعية وايد من الناس ربعنا يطلقون ويخنون وللأسف ما يعيشون أو تعساء بس مع بعض فللأسف هالأيام الزواج صاير وايد صعب أقدر أقول فيها الزمن زمن السوشيال ميديا وزمن النضج والخيارات اللي عندك قبل يمكن بس بنت الفريج عندك ثلاثة تختار منه وتتزوج اليوم عندك ثلاثة وثلاثة ألف وحد فيمكن هالأشياء صارت صعبة والناس ما بدوا يتواصلون وانت قلتيني أحب الكمبيانات والتواصل وهذه يمكن من أهم الأشياء فوالله أتمنى أنتوا تكونون مثال لعلاقة صحية غير سامة مو بتوكسك الناس حتى في عمر شاب يقدرون يتعلمون يكون عندهم النضج ولا الوعي أن يحترمون بعض يكونوا شفافين مثل ما قلتيني من البداية كان شفاف معاش كيف بنه ثقة كيف رجع لوحده وكان محظوظه أنت اللي حي موجوده يعني فيه فايدة فيه فايدة لناس يمكن فيه واحد يخي ما يبقى يلعب يبقى يتزوج بس كل حد يسيقل لا تتزوج لا تتزوج ونفس الشيء البنات لا لا تتزوج على قد يكون شوية إيجابي نعم اشتركوا في القناة